الفناني دلع نادر أهلا وسهلا فيك معنا بفوشيا أهلا فيكم نورتونا اليوم ديفتنا الغالية دلع خبرتنا لعصفورة أنك ماضيتيا على طريق سفر رايحة جاي بين المحافظات خبرين عن أيامك والله هي القصة مو بيدي أكيد أول شغلة هي السفر بشكل عام كتير حلول أماك اللي عم سافر لها بتاخد لها عالبس أنا تعبان هي الفكرة أنه سائبة أنه أنا عم صور العربجي واللوكيشن بعيد عن الشام وعم صور مسلسل رماد الورد فالتنسيقات عم تجي أنه أنا روح ويجي روح ويجي روح ويجي بس إنه إن شاء الله فترة وبتمرق هيكي وبعدين بهدى بس أنا بصراحة بحبه كتير لهذا الدعب الدعب الشغل شو أكثر الشغلات اللي لما بتسافري بتحرص تكون معك إجبار يعني أغراض يعني أصدك أول شي بجامتي أهم شي شاحن الموبايل شامبو هيكي شي مرة نسيتي هيكي شي ضروري وتكركبتي بالقصة شي ضروري أي والله مرة نسي سافرت على مكان برد كتير ومطر كتير وأنا ما كنت بعرف هذا الشي فأنا راح أأخذ معي مجموعة بواط ما في ولا جزمة كل بواطي بتفوت مي فما استمتعد بالمشوار ولا بالرحلة ولا بيجي بما أنه السفر متلقتي مرتبط بالعمال رح نبدأ من رماد الورد خبرنا أكتر تفاصيل عن هاي المشاركة وكيف رح نشوفك هاي بصراحة مشاركة حلوة مع أشخاص بجننه ويعني مبسوطة بشكل عام أنا بشخصيتي بهذا العمل بتخصيك حساسة رقيقة هيك عصفورة طايرة لحالة بالمسلسل بتعيش قصة فيني يقول غريبة نوعا ما أنه بتتعلق بزواج بطلاء بهيك إشياء هي صبية صغيرة وعم تواجه ضغوطات بالحياة أكبر من عمرها بكتير فشلو رم تتعامل مع هاي الضغوطات ما رح أحرق أكيد هم شخصية بس إن شلو رم تتعامل مع هاي الضغوطات ترفع لها القبعة بصراحة وأكيد بما أنه زواج ما زواج وانتي لتنا أنك مجل المشروع أنا أي طيب العمل بتناول عالم تيك توك والجرائم الإلكترونية هل ممكن نشوفك يا ماما عم تقدمي محتوى خاص بك يا تيك توك لا لكن أنا مو ضد بس أنا من الأشخاص اللي ما بحب يعني ممكن ديء الوقت أو أحيانا ما إلي خلال أحيانا أنا بحب هيك خصوصيتي دائما لحالي لنفسي ما بحب شاركها مع أي حدا وهلأ تيك توك شايفة أنت العالم تشارك خصوصياتها مع كل الدنيا فأنا ما بحب ما بفضله اليوم خبرينا أكتر عن تطورات شخصية حسنية كيف رح نشوفها كيف رح نشوفها مع فارس ياكي خبرينك شفينا بعض التفاصيل هلا ليك إني إكشف لكم بعض التفاصيل كتير صعب بس أنا بقول شغلتين إنه هاد الجزء فيه قصة فيني يقول مختلفة شوي عن القصة بجزء الأول أكبر من الجزء الأول وبخصوص حسنية بني هيك أقول شغلي عن جد حنتفاجأ بحسنية بهذا الجزء هيك وهيك يعني بس بتمنى عن جد إنه بتعجب العالم ناطرينك أكيد كتير عم تدعو الأخبار عبر السوشال ميديا أكيد تابعتي إنه رح يتعرب مسلسل عشق الممنوع إنه أنت لحجزني شخصية نهال شو صحت هاي الأخبار بقى خبرينها لقى هلا لقلك شي أنا بهذا النهار لي تسرب هاد الخبار أنا كتعم مصور فرفقاتي عم دقولي عم بباركولي شوفي ما في هيك شي لا شوفي وين شفتوا بعطولي صارت لحالم تبعتلي فهي أعتقد هي إشاعة طلعت و أنا بصراحة ما بعرف عنه بس هي بنفس الوقت ليك إشاعة حلوة إنه بتتبشر بالخير يعني بتتمنى؟ أكيد أول شي أنا كتير حبه للمسلسل والشخصية اللي هيك عقطة مطلعينا ليا هاي الإشاعات بحبها بموت عليها يعني نجا بمفع خلينا على سيرة التشبيه كمان من الأسماء المذكورة كنت حنى وأكيد شفت قديش عم يشبهوكي فيها هل صار هذا الموضوع عم يزعجك شوي ولا لا بالعكس؟ أبدا لا لا ما بحس إنه ممكن اتدايق إذا شبهوني بشخص خصوصي إنه المدام كنت حنى بتاخد العقل بتجنن فإنه أحيان بقول لا هي أحلى يقولولي والله بتشبهوا بعض إلا والله ما بعرفتي فإنا لا أبدا ما بتدايع من هيدول إشياء بالعكس بتفرحني إنه في حدا مهم عم بتشبه لإله أكيد أنت تنتيم بتجننه يعني اليوم هل عم تتابع هاي الأعمال المعربة؟ لفتك شي مؤخرا شخصية معينة تمنتي أنت تكوني عم تقديها؟ هلأ ليكي تابعت آخر شي أنا مسلسل كريستال ومسلسل الخائن هلأ عم تابعه الكريستال أكيد كتير حلو أنا عشقتها لباميلا الكيك واو يعني شو بتقلك باربي فبحبه كتير فأداءه كان عن جد ساحر وبالخائن عم تابع هلأ المدام صلافة معمار أنت ما بتخيل أنا شو بحبه؟ مبسوطة بكل مشهد بتعمله بعيده ألف مرة لأرجع شوف رام تساوي فعنجد أنا بحب كتير تابع هدول إشياء دلع شخصيتك كتير هادية رواء دائما شو الشي الممكن يستفزك بالحياة؟ الكذب بكره الكذب بطريقة مع أنه ليكي أحيانا هي بتذكرة وبقولها لكل عالم يعني أنه أنا لما كنت صغيرة كنت أقذب واحدة في الدنيا أما هلأ بعد ما هيكي صرت شوف الدنيا من منظور تاني صرت أقول لأ أنا أي حدا هلأ بيكذب علي بيقفره من نظرة عينه صرت أنا إذا بدي إكذب برجوف وبيصير علي هيئة أنه أنا كذب أخشان بعترف أنه خلاص أنا كذب معرفت إكذب فأنا من الأشخاص اللي كتير بتكره الكذب إذا تعرضت إلى مشكلة أو موقف صعب بحياتك هلأ في شخص معين بتلجأ إلى إله؟ طبعا ماما خبرناك ترعن علاقتك بأمي هلأ لكن إحنا قبل حاكينا فكرة عن هاي القصة أنه أنا ماما بالنسبة لإلي هي هي رفيقتي يعني أنا أي شي بالعالم بيصير معي فأول تليفون أو أول حدا بفكر شوفه هي أمي أمي هيكي قد ما بحس رفيقتي شو ما بتقلي بريحني حتى لو كان هذا الشي مثلا ما قدعني بس أنا ارتحت نفسيا شو أكتر شي تغير بشخصيتك بعد دخولك الفن؟ والله ليكي كتير أشياء يعني أول شي أنا كنت قبل ما فوت كنت من العالم اللي كتير هيكي منطوية على نفسها زيادة ما كتير بفوت بطلع ما بحكي مع العالم ما بتواصل يعني هلأ مثلا أنا عم بحكي معيك عم بفتح لك سيرة رفتي أنا قبل كنت لا أنا دائما ساكتة لأنه ما في شي ما في ضرورة أني أنا أفتح سيرة رفتي شو هاد الحكي قديم أما هلأ بعد هيك ما أطلعت وشفت أكيد يعني الواحد بعد ما يفوت على المعهد ويتخرج منه بحس حاله أنه هون بلش يشوف الدنيا بلش يستكشف وخصوصي هاد الطريق هو طريق الفن فهو بغير الشخصية من جزرة يعني الشهرة بلشت تزعجك شي بالشارع أبدا أحبه كتير أنا أي حدا عن جد حضرني برمضان وحابب الشخصية كتير وبيفرجيني هاي الطاقة بحترمه ويعني شو بدي قللي بانبسط من كل قلبي أكيد ما لي من إنه الدائع وما أعمل هدو حقا بالعكس أنا بيطير عقلي طيب شو أبرز الصعوبات أو السلبيات يلي بعد الشهرة حسيتي فيها هلأ السلبيات هي بتجي أغلبها بصراحة هلأ عم تجيني أنا عن السوشيل ميديا أي صورة بتنزل أي تقرير أي تفصيل عم يجي إساءات كومنتات بشعة أم أنا خلص قررت أني أنا مع دقرة مع دقرة خلص شو بتكن تكتبوا اكتبوا هاد رأيك وهي هاد رأيك وتصطفلوا بس عن جد هاي القصة بتدايق مو بس أنا يعني بتدايق كل الشباب اللي هلأ عم بلشين هاي الخطوة فناني دارعنا دير نورتيني عبر فوشيا شكراً كتير لحضورك معنا يا حبيب تقلبي شكراً كتير لألكون ونورتونا عن جد پديم نورتونا عن جهاز فناني دير نورتيني قول